تنخفض قيمة الليرة التركية فتنخفض معها القدرة الشرائية لدى الأهالي في الشمال السوري إذ ينعكس سعر الصرف المنخفض سلبا على أسعار جميع السلع والبضائع لسيما المحروقات التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير في الآوينة الأخيرة العمل التركي كل يوم تنزل والأسعار ترتفع أسعار محروقات، أسعار الخضروات، كل شيء يرتفع ما زوط، ما فينا نركب، مستحيل، حطب ما فينا نشتري والأوضاع تعيسة جدا جدا، والشغل ما فيه اليوم اللي يحصل حق الخبزات، هذا الله رضي الله عليه شركة وتد، المصدر الوحيد للمشتقات النفطية إلى أدلب تبرر رفع أسعار المحروقات بسبب تأثرها بتقلبات العملة التركية إضافة إلى تغيير أسعار النفط من المصدر حيث يتبع ارتفاعها غلاء فاحش في جميع سلاع الأساسية والمواد الغذائية لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء والحاجة الماسة لمواد التدفئة بسبب هالكورونا، وبعدين اجتنا غلاء هالأسعار يعني ما عليش، ايش واحد بدي يعمل؟ نحنا عمال يوميتنا عشرين ليرة، أجل تعمل مع المصروف الغالي المازود غالي، البنزين غالي تجارة الغاز كانت تحقها ثمينين تسعين ليرة، هاليوم صافت حقها مئة وخمسة عشر ليرة موارد التدفئة التي بات الحصول عليها أمرا شاقا لدى معظم الأهالي في ظل الغلاء المتزايد وترد الأوضاع المعيشية في الشمال السوري فأصبح شغلهم الشاغل البحث عن بدائل للمازود والحطب والبيرين حتى ولو كانت مضرة كالجلة والبلاستيك وغيرها تدنيا غير مسبوق في قيمة الليرة التركية تبعه ارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع لا سيما مادة المازود التي تستخدم في التدفئة في ظل أوضاع معيشية قاسية يزيد من قساوتها اقتراب فصل الشتاء ببرده وزم هريره منير الحاجة تلفزيون سوريا خريفو إدلب